اشتركوا في القناة وتعاني من تحديات أخرى كثيرة تعتبر المستنقعات في فصل الخريف من أكثرها خطورة كما تأتي هذه الزيارة لتؤكد تشبث الرئيس والعبد العزيز بنهجه في زيارات التفقد والاطلاع للنقاط التي تشكل بؤرا في الاهتمام السياسي والإعلامي إذ إن الرجل بنا شرعيته السياسية من أول يوم على تحريك الملفات المثيرة للجدل في أوساط الرأي العام الوطني وتأتي هذه الزيارة في سياق يكثر فيه الحديث عن صمت وحصانة يمنحها الرجل للوكالة التي تعتبر من أهم مفاخر النظام وإن وصمت من قبل مراقبين بأن شبها من سوء التسير والفساد تحوم حولها نظرا لكونها من المؤسسات التي لم تخضع للتفتيش رغم حجم الإمكانات التحصيلية لها بعدما غدت الوثائق الوطنية تباع بمبارغ كبيرة نسبيا بالمقارنة مع ما كانت عليه في العهود السابقة فهل ستكون زيارة مكتب الوكالة في المقاطعة الخامسة بداية لمراجعة مسار الوكالة ومدى شفافية تسيرها فضلا عن مراجعة أسعار وثائقها حرصا على بناء صورة إيجابية عنها في أذهان الرأي العام والسكان الناقمين عليها وعلى معاييرها في العاصمة وفي داخل البلاد ترجمة نانسي قنقر